بجانة تحية لك كابتن ايمان شاوي طبعا وكل جمهورة للنادي الالي فوز اكيد مهم زي ما اكدنا وقلنا الانطلاقها الاولى كنا نتمنى يكون فيها فوز للنادي الالي طبعا لان الفترة اللي فاتت يعني ظروف استثنائية وبعد كتير جدا على المباريات لكن كل الكلام ده طبعا هننتكلم مع مع كابتن سامي امصان مداري فريق النادي الالي مبروك يا كابت سامي يعني اكيد النهاردة 3 نقاط هي الاهم اه اللعيب النهاردة قدت مع الظروف الكبيرة وبعدين على المباريات مبار كابتن ايمان وضيوفه طبعا زي ما انت قلت مبروك مهمة جدا وبدايات مهمة جدا اللي انت تحقق فيها اهداف كتيرة وده اللي انت بتساعله يعني اهم حالة طبعا نساس نقاط مهمة جدا من زمننا ان انت توصل تدرجيا الحالة البدنية للفرقة الحالة الزهنية اللعبة تاخد ثقة خصوصا ان انت بقالنا فترة كبيرة جدا اول مرة تحصل يعني ان انت يبقى فيه غياب فترة كبيرة جدا يعني فطبيعي ان يبقى دي الحالة كده يعني خصوصا كمان انت بتلعب مع مد يقدر بعند خبرات كبيرة في الدول ممتاز بيقدر يقدر يقدر يقفل كويس يقدر دي المساعدة كويس ممكن ده اللي الرجل يتكلم عليه دوت ان احنا كنا عاوزين اللعبة اصرع عاوزين عندنا حلول في التلت الاخير الحمد لله اللعبة اه ممكن يكون اتأخرت شوية لكن الحمد لله ان احنا رجعنا ونرجع بهدفين اعتقد ان دي حاجبية ان شاء الله تكون بداية كويسة لنا ودفعة كويسة لنا ان شاء الله لاستمراري ان شاء الله الايجابيات هي رغبة اللعيبة اللعيبة عندها رغبة ان هي تحرز اهداف وعايزة تنهي المباراة وده كان واضح جدا اه يمكن يعني نادر اصلا جدا معنا كده شوية بلغة الكرة لكن الاسرار الكبير مكاسب كبير النهار ده حمد فاتحي محمد هاني كمان بيحرز هدف اكثر من راع حمد فاتحي ملعبش من الفترة اللي فاتت لكن بسلام شاء الله ان شاء الله ان نادر نقول تركيزه كبير جدا وده اللي واضح في المعنى بكابتين حمد هاني طبعا من اللعيبة المويزة جدا اللي موجودة في النادي هو كل اللعيبة اللي موجودة يعني زي ما انت قلت مكسب كبير لنا وان شاء الله اضافة كبيرة لنا تساعدنا في المباراة الجاية وخصولنا في المباراة افريقيا حتة اللي انت بتقول يعني التهديف وكلام ده حاجة طبعية يعني اللي انت بعيد فترة كبيرة جدا عن المنافسات فحس التهديف ممكن بيبقى أقل شوية لكن ان شاء الله مع المباراة وممكن الراجل اتكلم في النقطة دي احنا دايما نسعى اللي احنا نجيب كزا هذا في يعني ودي من الحاجات اللي موجودة دائما في نادي الاهلي اللعيب نادي الاهلي دايما عاوز يكسب وعاوز يكسب بسكور أكتر وعاوز يبقى على طول جد فاعتقد الحمد لله اللي اللعيبة دي بداية وان شاء الله احنا متوقعين ان شاء الله لده يبقى أحسن في فترة الجاية وان شاء الله تكون في استمراريا ان شاء الله لده الجاية كل الشكر تهي طبعا الكابتن سامي وصام داري فريق